اشتركوا في القناة وفي الانتخابات الكنيسة الان لحصل حزب الليكود على 29 مقعدا يليه تحالف يمين المتطرف والداعم للاستيطان على 22 مقعدا وحزب شاس على 9 مقعد وكتلة هدود هاتورا على 7 مقعد هذا وحصلت القائمة المشتركة في هذا الاستطلاع على 11 مقعدا وفي الاجابة على الشخص الانسب لتولي رئاسة الحكومة اعتبر 33% ان نيتنياهو الشخصية الافضل لتولي الرئاسة فيما يرى 14% ان بينت رئيسا للحكومة واختار 12% رئيس المعارضة يائير لبيد و8% جانتس موسيقى 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 موسيقى